شنو هذا أحف ياسف؟ هاي البعثات اللي جتي هنا تنقب وخاصة البعثة اليابانية هاي رموز إنه هذا خلي نقول الكهف الفلاني تسميات هم عندهم بس جلات مالتهم على مودي يعرفون شو تفاصيل كل كهف كل حفرة شقد عمقها شقد مساحتها شنو تفاصيلها شلقو هيك العظمية بيها لأنه هناك كانت أكو هيك العظمية لقوها سابقا بالتنقيب شوف كل مغارة أو كل كهف عليها رمز معين أكو شغلتي أن كلش مهمة بهاي الكهوف لاحظناها مختلفة عن غير كهوف الشغلة الأولى شغلة الأكسجين إنه إحنا وين مدى ندخل؟ بمساحات ضيقة هو أكوهو طبيعي وهذا السبب يعود إلى أنه تكوين هاي الكهوف بطريقة إنه الهوى يدخل من عدة جوانب لأنه كهف متصل بكهف فمسألة الأكسجين أو الهوى ده يفوت ويطلع بكل هاي الممرات الضيقة هاي الكهوف مرت بثلاثة أطوار زمنية حسب الباحثين وجدوها الطور الأول تقريبا سنة 1300 قبل الميلاد الطور الثاني بده بسنة 180 قبل الميلاد إلى 126 بعد الميلاد وآخر طور هو الطور بالعهد الإسلامي تقريبا سنة 636 بعد الميلاد أهلا دائما نحاول نحشر أول شي أتأكد إنه هاذا ما متحركة إلى عدة تتحرك بس اهلا دائما يا الله وااو قايز شو أنت جون وراي؟ بس هنا أنا أكون لازم أنزل تقريبا مترين حايت أطيني اللي يضعها الصفرة خلأ أكمل شد؟ عافية عافية هاي الطريقة على مد واحد ينزل بيها بالسلام هو بس اللي يخوف وجود العربيد اللي هو حية سودة ما يتفاهم العربيد حية سودة مسخمة إذا تلضغك تموت الحفار الممرات هاي كانت كلش مناسبة إنه تكون مقبرة مرتفعة عن المياه لأنه مياه الرزازة كانت توصل لغاية هاي الكهوف اللي إحنا بيها يعني هاي المنطقة كانت كلها مغمورة بالمياه سابقا برجه نانسي قنقر شكرا